اختتم رئيس الأركان المشترك المكلف الفريق أول روكنل محمد عثمان الحسين زيارته للعاصمة جبة بلغاء رئيس دولة جنوب السودان سيلفا كير مياردت وأمل الاجتماع على مسار تطوير العلاقات بين البلدين إلى جانب ضرورة التواصل المساعي لتحقيق السلام والاستقرار في السودان وجنوب السودان وقال الحسين في تصريحات صحفية عقب لغاءه بسيلفا كير أمس الجمعة نرئيس دولة الجنوب بارك ما تم التواصل إليه في مباحثات الآلية المشتركة وأمن على مسير تطوير العلاقات بين البلدين إلى جانب تأكيداته على ضرورة التواصل المساعي لتحقيق السلام والاستقرار في السودان وجنوب السودان ويذكر أن الحسين التقس الفاكير في سياق مشاركاته في اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة والتي استضافتها جبة يومي الأربعاء والخميس الماضيين أصدر رئيس مجلس الوزراء مساء الخميس الدكتور عبدالله حمدوك عدة قرارات تضمنت إحفاء عدد كبير من رؤساء مجالس الجامعات ومديريها وتعيين آخرين في ذات المناصب وتضمن القرار الأول إحفاء رؤساء مجالس إدارات 28 جامعة منها جامعة الخرطوم النيلين ومدرمان ونص القرار الثاني على إحفاء مديري 35 جامعة وعفاء القرار الثالث نواب مديري أربع جامعات كما أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني قرارا آخرا بتعيين مديرين لأربع وثلاثين جامعة كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير أن حسم اختيار الولاة المدنيين للولايات سيتم خلال الأيام المقبلة وأكد وجد صالح الناطق الرسمي باسم تنسيقية الحرية والتغيير في تصريحات صحفية انتهاء الجدل حول الوثقة الدستورية بالقرار الذي صدر عن الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء مبينا أن تعيين الرئيس القضاء والنائب العام سيتم خلال الساعات وقال صالح أن جميع مؤسسات السلطة الانتقالية مجلس السيادة والوزراء وغواء إعلان الحرية والتغيير وغواء الثورة ستنتقل لاستكمال عملية البناء وتحقيق أهداف الفترة الانتقالية قال دعي عبد الحي يوسف أمام مسجد خاتم المرسلين في خضبة الجمعة أن الحكومة الجديدة لم تفلح في معالجة أزمات الناس والتي خرج من أجلها المواطنين للشارع مطالبين بتحقيق وإصلاح الاقتصاد المنهار مشيرا إلى أنها تولت أمر البلاد في غفلة من الزمان وأن كل أفعالها تؤكد أنها أتت لهدم الدين وأضاف عبد الحي أن هذه الحكومة الجديدة لم تفلح حتى اللحظة إلا في إثارة الفتن وشغل الناس بالفارغ بدعوة اليهود والمذاهب الأربعة وثقافة الخمر ودور السيدات واتهم عبد الحي جهات تعمل على تطبيق الألمانية في السودان وذلك بترويج الباطل على الناس بصبغة التنوع الديني بالبلاد حتى لا تكون شريعة الإسلام هي الحاكم وها هنا أيها الإخوة الكرام أبين جملة من الأحكام ولست معنيا ببيانها لتلك التي اختاروها وزيرة للشباب والرياضة فهذه لا تؤمن بالذي نؤمن به وإنما هي تابعة لرجل مقبور مرتد مغرور زعم أنه صاحب الرسالة الثانية أنكر الصلاة ذات الحواكات المعروفة والزكاة ذات المقابير المعلومة وزعم أنه قد وصل إلى ما لم يصل إليه أحد حتى حكم علماء الإسلام في الداخل والخارج بأن هذا الرجل الزنديق مرتد وقد أعدم جزاء ردته قبل نحو من خمس وثلاثين سنة سنة خمسة وثمانين أعدم ذلك الرجل هذه المرأة التي تتولى وزارة الشباب والرياضة امرأة جمهورية تتبع ذلك المرتد المقبور ولذلك لا تؤمن بالذي نؤمن به وإن أبين هذه الأحكام لمعاشر المسلمين والمسلمات اعلموا أولا أيها المسلمون عباد الله أن دين الإسلام يحسنا على تقوية أجسادنا وصحة أبداننا بممارسة الرياضات النافعة وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قال المؤمن القوي خيرا وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير تواصلت ردود الأفعال حول دفن ثلاثة من قتل القيادة العامة بمقابر الصحافة حيث وصف رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير غيابهم عن تشييع ثلاثة من الجسس التي وجدت بالنيل ودفنت أمس بمقابر الصحافة وصفها بالعار وقال الدقير في تغريدة عبر حسابه الرسمي بالفيسبوك هناك ثلاثة من شهداء الثورة تم دفنهم دون تشييع يليق بهم في قبور يرشح منها شعور بالخزلان والتخلي واستنكر للدقير أن يتحول الشهداء لمجرد أرقام قائلا من العار أن يتحول الشهداء إلى أرقام بلا أسماء في الوقت الذي لا تزال لجنة التحقيق حبر على ورق إلى ذلك طلب النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بتسيير مواكب منددة بدفن الشهداء دون تشييع مطالبين بالإسراع في كشف الجنات كشف السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى عن وصول دفعة ثالثة من المساعدات الإنسانية بالخرطوم خلال الأيام القادمة مبينا أن الجسر الجوي المصري يحمل عدد من المساعدات على رأسها مواد الإيواء وأدوية بشرية وقال عيسى في تصريحات صحفية أن الحكومة المصرية ستواصل دعم للسودان وستقف معه في كافة المحافل مؤكدا دعم القاهرة الخرطوم من أجل تحقيق السلام واستدامة التنمية والمساهمة في عودة السودان واندماجه في المجتمع الدولي في أقرب وقت ممكن وأكد عيسى أن موقف القاهرة ثابت تجاه الخرطوم وأن مصر تعطي الغضايا السودانية أولوية من خلال الدعم اللازم لاستكمال مشروعاته الدولية والإقليمية أكد الحزب الاتحادي الأصل أن مشاركة رئيس مجلس الوزراء دكتور حمدوك في اجتماعات الأمم المتحدة مؤخرا سيكون لها مدلولات ومؤشرا إيجابيا في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وقال مالك درار مقرر قطاع التنظيم بالحزب في تصريح الصحفي أن الاجتماعات واللغاءات التي أجرتها قيادة الحزب بالخارج والتي شملت منظمات المجتمع الدولي تم من خلالها مناقشة غضية رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب مشيرا إلى ضرورة المشاركة الجميع في المساهمة في تحسين الاقتصاد بصورة عامة ومعاش الناس بصورة خاصة مؤكدا أن الثورة التي استطاعت أن تقتلع النظام البائد تستحق تكافلا وأن تكافأ أيضا برفع اسم السودان من قائمة الدول الرائعة للإرهاب أجمعت عدد من القيادات الإدارة الأهلية بالبحر الأحمر على ضرورة إشراك أبناء الشرق في حل كافة الغضايا السياسية والاجتماعية وبالإقليم وطالب المتحدثون في ورشة غضايا الشرق التي نظمها مركز الحوار والدراسات الاستراتيجية بالخرطوم بأهمية إبعاد الأطماع السياسية عن قضايا التنمية مؤكدين الدور المجتمعي البارز الذي تقوم به الإدارة الأهلية في حل حلة كافة القضايا الاجتماعية التي تطرأ أحيانا من شح الخدمات التنموية المقدمة للمواطن في بعض المناطق وأكد وكيل ناظر البني عامر في ولاية البحر الأحمر أن ما قامت به الإدارات والنظارات الأهلية يعتبر صمام أمان من فتن كثيرة يزعى من ورائها أصحاب النفوص الضعيفة لإحداث شرخ مجتمعي بين القبائل في ولاية شرق السودان وفي السياق أشار ناظر الحباب بالبحر الأحمر إلى تسليمهم مذكرة للسلطات السيادية تطالب بتكثيف الجهود التنموية لشرق السودان وفق محددات عملية قال أنها ستجد التنفيذ العاجل من قبل السلطات في القريب العاجل مطالبا الأحزاب بعدم المتاجر السياسية بقضايا الشرق التنموية نقش الاجتماع المشترك بين وزير الصحة الاتحادية دكتور أكرم علي التوم وولاة ولايات شمال وغرب وجنوب كردوفان نقش الاجتماع بعض القضايا الصحية التي تهم الولايات الثلاث والمشاكل زاد الصلاة بالقطاع الصحي والمتمثلة في نقص الكوادر وعدم توفر الأجهزة والمعدات الطبية واتفق الوزير مع الولاد خلال الاجتماع الذي عقد بمكتبه على عدد أو أعداد تصور متكامل لكافة احتياجات الولايات لفترة الأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي مناديا بالاهتمام بالمراكز الصحية تخفيفا للضغط على المستشفيات ونوه الاجتماع إلى أهمية زيادة الميزانيات المخصصة للصحة في ميزانية العام القادم وكشف الولاد عن جملة من التحديات تواجه الصحة بولاياتهم وعلى رأسها النقص الكبير في الخدمات الصحية والافتقار للمعينات والأجهزة الطبية وعدم توفر محارق طبية ووحداد أكسجين في المستشفيات والحوجة لمحاجر خاصة في الولايات الحدودية ودعا أستاذ الولاد وزير الصحة الاتحادي إلى دعم إدارات الخدمات الصحية بولاياتهم وإلى زيادة كل ولاية خلال هذا العام ومع هذا الخبر نختتم عرضنا الأخبار لهذا الصباح يتواصل معكم هذا النبض الصباحي بعض الفاصل ترجمة نانسي قنقر طيبة لحياة طيبة لتدخل البوابة الصوتية لإذاعة وقناة طيبة الفضائية اتصل على الرقم 52-53 من كل الشبكات لتستمع إلى البث الحي لإذاعة طيبة والمكتبة الصوتية لبرامج قناة طيبة البوابة الصوتية لإذاعة وقناة طيبة الفضائية طريقك المختصرة للمعرفة والمتعة من صاحب الثورة؟ الشعب من الذي ضحى؟ الشعب من الذي عانى؟ الشعب من الذي عبى الشوارع بالحشود والأعلام؟ الشعب من الذي أسقط الاستبداد والفساد؟ الشعب من الذي بنى الآمال والأحلام بالتغيير والعيش الكريم؟ الشعب فأين الشعب؟ كيف نضمن للشعب حقوقه وتحقيق مطالبه؟ السودان من الثورة إلى الدولة تغطية إخبارية برامجية شاملة على مدار الساعة طيبة لحياة طيبة تحديث صباح لكم مشاهدينا من جديد وتحايا الخير للجميع نحن دائما في موسم الخريف نتحدث دائما عن أن الخريف في أصله هو الخير ونتمنى دائما أن يرد الخريف لأصله في الحديث عن خير الخريف والإنتاج في الخريف ولكن ما شاهدناه مجموعة من المشكلات في هذا الموسم في الإعاقة في الطرقات وتبقى المشكلات الصحية هي المشكلة الأعظم كثير من الولايات تحدث عن أنه في انتشار لمرض الكوليرا والكوليرا نعلم جميعا أنها واحدة من الأمراض التي تسبب تهديد كبير للصحة وسريعة الانتشار ودعونا من خلال المساحة الصحية اليوم نتحدث عن الوقاية من مرض الكوليرا مع دكتور ليلى حمد النيل هي اختصاصي اجتمائي ترجمة نانسي قنقر